السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذي في سنة الأولى متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم كالعادة الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نشوفوا اليوم اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية طبعا لازم نكونوا حفظين دور الساعة فاهمينهم على وشام تحتوا ويلا نبدأ ونشوفوا هذا النموذج باش إن شاء الله نخدموا في اختبار المدرسة نبدأ بالوضعية الأولى تقول لي اجتملت صورة الطارق على ذكر قدرة الله في خلق الإنسان وقدرته على إماتته وإحيائه مرة ثانية يوم القيامة قال الله تعالى والسماء والطارق حتى فما له من قوة ولا نصر معتهمين الآية الأولى حتى العاشرة من صورة الطارق استظهر كتابين الآية الكريمة واضبطها بشكل تام إذا من يقولوا للشكلها لازم علي أن شكلها وحذاري أبنائي من الأخطاء لأنه كلام الله ثانيا اشرح الطارق والصل إذن لازم عليها كما نحفظ الصورة وللآية التاعية ليعطوها لي كما لازم نحفظ الشرح تحا بش نعرف على ماذا تتحدث ذكرت الصورة دليلا من دلائل قدرة الله أذكره معتعطيني دليل واحد من قدرة الله تعالى وهي كثيرة عدد أركان الإيمان يلا سؤال ربع أعطيني أركان الإيمان سهلة جدا يعني أركان الإيمان نعرفها قبل مدرسة يلا الوضعية الثانية الإسلام دين النظافة والجمال لذلك يحرص على أن ينظف المسلمون أبدانهم وثيابهم إذن نحن نعرف بالدين إسلامي يحب النظافة ويحثنا على النظافة عرف الطهارة لغة وشرعا يلا السؤال اللي بعده اربط بسهم ما يلي إزالة النجاس عن ثوب المصلي وبدانه ومكان صلاته الغسل والوضوء والتيمم طهارة القلب والروح والنفس من الشرك والحقد والكرهية والرهي الطهارة المعنوية الطهارة من الحدث وطهارة من الخبث إذن معلية إلا أربط اللي بعده قال لثالث حدد أنواع الصدق وفق ما يلي معرف الإنسان لعيوبه وأخطائه ما هذا النوع أن نخلص في نياتنا وأعمالنا ونريد بها وجه الله ما النوع هات الصدقة احترام الغير وعدم خداعهم وتجنب الكذب عليهم ما نوع هات الصدقة يخينا نحن نعرف باللي الصدقة لها أنواع عديدة كل واحدة نعطي النوع التحى بدون شرح إذن يلا أبنائي شفتوا باللي اختبار سهل ورائع يلا نحلوه مع بعض إذن يلا أبنائي نبدأ بكتابة صورة الطارق من الآية الأولى إلى العاشرة قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجاه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إذن لاحظوا اللي لازم عليها صورة الطارق نحفظها كاملة مع تاقع وطبعا لازم عليها نعرف المعنى التحر إذن يلا استظهر كتابيا الآية وشكلها إذن حفظنا الآية كتبناها صحيحا وشكلناها إذن عليها أربع نقاط لاحظوا ما تخلوش أربع نقاط تروحوا لكم هكذا ولا تنقص إشرح ما يلي الطارق إذن ما هو الطارق أبنائي؟ هو النجم الذي يظهر ليلا إذن هذا كالنجم الذي يظهر ليلا أسميه الطارق الصب هي فقالات ظهر الإنسان مفهوم؟ إذن هذا بالنسبة إلى الشرح تعنا قال لي ذكرت صورة الطارق دليلا من دلائل قدرة الله تعالى يعني هي مليئة بالدلائل لكن أعطني الدليل المذكور هنا وهو خلق الإنسان شوفوا أو يقولنا إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق معناها هيا نشوفوا نضبروا سبحانه وتعالى كيفاش خلقنا خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الصرائر معناها حتى الإنسان الله سبحانه وتعالى يميته ثم يحييه ليحاسبنا يوم القيامة مفهوم؟ إذن يلا هذه بالنسبة إلى صورة الطارق اللي بعده قال لي أذكر ولا عدة أركان الإيمان أركان الإيمان نعرفوها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسره واليوم الآخر والقضاء خيره وشره إذن أبنائي يجب علينا الإيتاء بأركان الإيمان كاملة معناها واحد مسحي لأنه يقول مؤمن هو ما يأمنش بربي ولا ما يأمنش بوجود الملائكة ولا ما يأمنش بالكتب يقول لك لا أنا أنا من بغرب القرآن لا أبنائي الكتب عندنا التورات الزابو الإنجيل الصحف كلها كتب نزلت من الله تعالى لكن حرفت وفي الأخير ربي نزلنا القرآن الكريم الذي حفظه وصالة يعني لم يحرف إذن الرسل معت جميع الرسل بداية بسيدنا آدم اليوم الآخر لكين يوم آخر سنجتمع فيه كلنا يعني سواء كفاراً أم مسلمين ليحاسبنا الله على أعمالنا والقضاء خيره وشره معناها لازم الإنسان يامن بقضاء الخير يعني القضاء قلنا سواء قضاء خير يعني قدرة الله في الخير والشره معناها سواء يقدر يكون المصير تعنا أحياناً يعني في بعض كين مشاكل كما أحياناً هناك فرح لازم نمنو بهم في الزوج يلا هذه بالنسبة إلى أركان الإيمان الوضعية الثانية هي الإسلام دين النظافة والجمال لذلك يحرص المسلم على نظافة بدنه وثيابه إذن عرف الطهارة لغة وشرعاً إذن يلا لغة يلا نعود نحفظها مع بعض هي النظافة والنقاء من الأوساخ الحسية والمعنوية معتها اللغة أني النظف والنقي سواء من حسي أو معنوي معتها ما على بدني وفي المكان ومعنوياً نفهم يعني داخلي شرعاً هي إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن الثياب والجسم ومكان الصلاة نفهم نفس الشي معتها أني أزيل الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة يعني في الجسم التاعي عن الثياب في الجسم ومكان الصلاة لأنه لا يجوز الصلاة في مكان وسخ يلا اللي بعده اربط بسهم يلا إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكان الصلاة هذا ماذا أسميها طهارة من الخبث ما فهم معتها النحي النجاسة ما فهم هذه وش معتها الغسل والوضوء والتيمم هذه أسميها طهارة من الحدث ما فهم إذن الوضوء والتيمم هذا لازم نديرها لأنه طهارة من الحدث طهارة القلب والروح والنفس من الشرك والحق الكراه هذه اللي تكون داخلياً أسميها طهارة معنوية ما تلا أراها ما فهم إذن يلا هذه بالنسبة إلى السؤال الثاني اللي بعده حدد أنواع الصدقة وفغني ما يلي يلا كن قلوا معرفة الإنسان لعيوبه وأخطائم معتها بينه بنفسه إذن هي صدق مع النفس فهم إني أنا أعرف أعيوبي وأخطائي وأحاول تصحيحها هذه اللي صادق مع نفسي ما نقعد ما نقعدش مثلاً نكلا خروحي لا أنا جيد أنا مليح أنا هكذا لا لازم يكون إنسان يعني متفهم ولا صادق مع نفسه أن نخلص في نياتنا وأعمالنا ونريد بها وجه الله معتها أي حاجة سواء العلم سواء ندير صدقة سواء نقرأ القرآن أصلي إلى غيرها من العبادات سواء كانت صغيرة نأمة كبيرة لازم أن نويها لوجه الله تعالى هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى احترام الغير وعدم خداعهم وتجنب الكذب عليهم هذه الصدق مع الناس متى نحاول أني ما نخدعش الناس نكون صادق معهم لا أكذب عليهم نقول الحق إلى غير ذلك هذه الصداقة ولعفة الصدق مع الناس إذن هذه بالنسبة إلى أنواع الصدق اللي مذكورة فقط في الجمل التالي إذن تلاحظوا أبنائي منها درنا مراجعة جميلة جدا في دروس التربية إسلامية للفصل الأول ودرنا كذلك حلنا الاختبار باش إن شاء الله نكونوا وجدين أي تلميذ ولا تلميذة عنده أي سؤال ولا استفسار معلي إلا يخليه لي في التعليقات رح نجوم إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم أبنائي كالعادة بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر